لسه نتكلم مع حضراتكم والذكرى العشرة لـ 30 يونيو والحقيقة أنه يعني مصر مش بس كانت يعني الدولة المصرية بتشتغل بعد 30 يونيو جوة الدولة المصرية ومحاولة لإعادة البناء عمتاً للناس وللمؤسسات يعني لأنه الناس كانت كمان نفسيتها كانت تعبانة بعد السنة دي خرجنا وما كناش قادرين نصدق أنه البلد هترجع ونرجع تاني نشوف بلدنا الطبيعية وشوارعنا العادية والناس من غير حالة الاحتقان اللي كانت حصلة وحالة الانقسام الشديدة اللي كانت حصلة على يعني ناحية تانية كان قطاع غزة الحقيقة أنه يمكن شوفنا مبارح باحتفالات 30 يونيو داخل قطاع غزة مسيرات كبيرة جداً شايلين أعلام مصر وصور سيد رئيس عبدالفتاح السيسي في قطاع غزة بيحتفلوا بهذه المناسبة والحالة ده مش غريب على القطاع ومش غريب على الشعب ده يعني يمكن أنا كان لي الشرف أني كنت موجودة في غزة أثناء الهدنة اللي كانت حصلة أثناء القصف على قطاع غزة ويعني الهدنة دي كانت برعاية مصرية الحالة أنا كنت عارفة قبل ما أروح أنهم بيحبونا وأنهم بيحبوا مصر وبيحبوا سيد رئيس عبدالفتاح السيسي إلا أني لما روحت اتفاجئت من الصغير الكبير هو بس بيعرف أنك مصري الشارع كله بيرحب بيك الشارع كله عايز يعني يقدمك بعنيه الشارع كله عايز يقدم لك أحلام عنده وعمل يحكي لك إحنا كان بيحصل فينا إيه قبل وجود سيد رئيس عبدالفتاح السيسي ودلوقتي بيحصل إيه؟ وطبعا هي مسألة أنهم يعوا تماما أنه دايما مصر عبر التاريخ القضية الفلسطينية في مقدمة اهتماماتها وده بنشوفه على كافة الساحات الدولية والإقليمية وده مبدأ عمره ما حيتغير دايما مصر بتسعى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 وعلى الجانب الآخر بنشوف تدخل مصر في كل ما يحدث فيه قطاع غزة لخدمة الناس هناك شفنا الهدنة اللي اتعملت وشفنا بعدها في 2021 إعلان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لمبادرة إعادة إعمار غزة وده حصل بعد الحرب اللي شنتها إسرائيل على القطاع في شهر مايو 20-21 وشفنا المشروعات المصرية في قطاع غزة وأنا هنا بكلم حضرتكم عن شيء شفته رؤية العين شفت المهندسين المصريين والعمال المصريين بيبنوا في القطاع شفت فرحة الناس بده لأنه بعد القصف ده كان فيه بيوت ومستشفيات ومباني إدارية ومدارس هي على الأرض كل ما هو يهم الناس وكل ما هو اقتصادي من الدرجة الأولى هو يعني اتساوى بالأرض بعد القصف ده فكانت مبادرة إعادة الإعمار بالنسبة لهم هي إعادة للحياة في القطاع عشان كده لما شفت وروحت في أماكن مختلفة داخل القطاع وكان ليه الشرف فهمت الناس دي بتحبنا بالشكل ده ليه؟ فهمت إنه هناك وأنا ماشي أكونت بشوف عربيات حتى صور سيد رئيس عبدالفتاح السيسي وده كان مشهد لافت جدا الحقيقة ويعني إحساسهم إنه دايما مصر هي الملاب الآمن بالنسبة لهم والإيد اللي بتسند وتساعد وقت الحاجة ده موضوع مختلف فلسطين دايما في قلبنا وغزة يعني جزء غالي علينا جدا جدا من فلسطين والحب اللي إحنا شفناه هناك ودايما كنا بنسمع عنه لكن لما رحنا عرفنا أكتر الناس دي إزاي بتحبنا وشفنا يعني إيه هم مقدرين كويس مصر بتعمل إيه في القطاع وزي ما بقول لكم كانوا دايما بيقرنوا ما بين القطاع وحاله وحال أهله قبل وجود سيد رئيس عبدالفتاح السيسي وبعد وجوده وحالة يعني الأمل حتى اللي إحنا لما سناها عند الناس بمسألة إعادة الإعمار